تدريج ودرجة الكاكاو الموجودة داخل الشوكولاتة هي دي اللي بتقدم لك القيمة تمام؟ يعني نحن بنتكلم عن الفوائد اللي احنا ذكرناها في الأول كصحة المناعة أو صحة القلب لانها بتحسن من وظيف القلب الناس اللي بتعاني من المشاكل في الكوليسترول دايماً في النظام الغذائي بتاحها ببقى موجود الشوكولاتة الدارك أو موجود الشوكولاتة في النظام الغذائي بتاحها بتحسن بصورة كبيرة جداً الناس اللي تعرضت لتصلب شراييني ناس اللي اتعرضت لمشاكل في الألب ووظائف القلب بنكتب لها الناس اللي بتذاكر في السينوية العامة بنكتب لها شوكولاتها الناس اللي عايزة تستدعي زاكرة أو تستدعي حاجة لوظائف المخ بنكتب لها شوكولاتها لو ما عندهاش مشاكل لان هي الشوكولاتها برضو لم panp melisa حيّ الأضرار طبعا مقرر عنها بالقيمة الغازائية اللي هي موجودة فيها الشوكولاتها بتعمل ارتجاعية يعني الناس اللي عندها صمام المريء في مشكلة أو الناس بيحصل لها ارتجاعات بصورة منتظمة وبيحصل مشاكل الشوكولاتها تبقى حاجة مستفزة للموضوع ده فيحصل الارتجاع الناس اللي عندها مشاكل في حصوات الكلة تكوين حصوات الكلة الكاكاو للأسف حاجة من الغنية بالأجزالات والأجزالات دي حاجة بتستفز تكوين حصوات الكلة فهي سلاح زوحدين لكن هي متعة هي متعة واليوم العلم للشوكولاتية ده تعامل مخصوص عشان يفكروا الناس بالهدايا مش بالشوكولاتة اه طيب اعتقد وضحة الصورة بالنسبة لك بسأل فعلا ليه تأثير على الحالة المزاجية طبعا طبعا تستفز هرمونات السعادة بصورة كبيرة جدا يعني بقولك انت مجرد ما بتذكر اسم الشوكولاتة مخك بيبدأ تحسر طب لو حد ما بيحب فيه ناس من لها فكرة في الشوكولاتة ما هي بتبقى اللعبة لها بتسكريات بقى بيبدأ يتعوض ده فيه ناس من لها فكريات على فكرة برضو طب ما دي حاجة حلوة على فكرة الدهون برضو مستفزة الهرمونات السعادة اه يعني مش بس الشوكولات مش لازمت بحاجة وعش ده لازمت بحاجة وعش ده لازمت بحاجة وعش ده لو كل واحد مخلوق شوية راح كالشوكولاتة احنا مش هنلاحك اما هو انتاج اكبر اضبط يزيل على الشوكولاتة طبعا ده اللي بيحصل فعلا من اكبر حاجات اللي بتبني انتاجها بصورة مرعبة في العالم كله مقارنة بحاجات تانية هي الشوكولاتة لان هي مرتبطة بهرمونات السعادة بصورة كبيرة جدا وما فيش نادرة ما بتلاقي حد بيكره الفكرة وجود الشوكولاتة في حياته او لو هو كده بتبقى على فكرة الدهون بتستفز هرمونات السعادة فالناس اللي هي بتروح تاكل حاجات المحمرة انا من الناس اللي الدهون بتستفز هرمونات السعادة دي بقى مش الشوكولتس بس لقى خلي الناس السجوء اوه الحاجات دي كلها نعم من احنا اليوم العالمي للسجوء ونحتفل مش هجرى حاجة وبرضه هرمونات السعادة وانتكلم عن فوائد السجوء والقصة دي كلها فانت بتدور عليلي على فكرة الرياضة بتستفز هرمونات السعادة بتخليك موصول ممارسة الرياضة تمام؟ تقفلش عن نفسك وانزل تماشى ولعب رياضة ومارس نشاط ده بيأثر على الجسم بصورة كبيرة جدا هي الفكرة كلها انت هتحط نفسك في انهي دايرة يعني انت عايز تخرج عايز تبقى انسان صحي ولا انسان والاكل بيجيب اكله والحاجة الحلوة بيجيبها حاجة حلوة والاكتئاب بيخليك تطلب بحاجات كتير والتزام بالنظام الغذائي على فكرة وما تشوف نتيجته برضو وبعد كده بتجبرك او بتخليك فعلا عايز تحافظ على النتائج اللي انت وصلت لها ولفظ النظام الغذائي لفظ مهم جدا الناس تبقى دايما في دماغها فكرة الديت او النظام الغذائي اللي هو هيكل جبن قريش وهيكل سرطة مرتبط بالخصصان بس وهيتعذب ولازم يخسه ولازم يطلع عينه ويجي في اخر الاسبوع يطلع على الميزان لا خالص مجرد تنظيم الاكل نفسه في حياتك اليومية بيفرق في الصحة وبعد كده ودلوقت الصحة هي سلاحك في مقامة الفيروسات والبكتيريا بصورة كبيرة جدا زي ما شفنا في الكورونا البروتوكول الاساسي بتاعها كله كان فيتامينات ومعادن فانت لما بدأنا نهتم بالصحة الغذائية بدأت لقي جهاز المناعة عشان كده احنا جايين نهاردة نتكلم على الشوكولاتة لان الشوكولاتة من الحاجات اللي بتساعد جهاز المناعة بصورة كبيرة جدا فهي لو خدناها طبعا مسموح بيها قد إيبال لو هنتكلم على الدايك تشوكولات او اللي فيها نسبة كاكاوة عالية اللي هي لو هنتكلم بقى الصحية بنسبة 100% ولطعمها لطيف ومقبول بنتكلم على 70% فدي لو هناخد منها من 4 ل 5 مكعبات في اليوم ما بين وجبة الفطار وما بين وجبة الغداء هتبقى حاجة لطيفة جدا دي السادة ولا اللي بيقى فيها حاجات فيها اللي بيقى فيها نطسة أو مكسرات يعني دي على فكرة إضافة المكسرات دي حاجة إضافة للقيمة الغذائية بتاعتها وفي نفس الوقت بتشبع فانت لو هتاخد مكعب أو مكعبين قبل الوجبة الرئيسية بتاعتك بتلاقي نفسك داخل على الوجبة الرئيسية شبعين ومبسوط والدنيا تمام لابا منضفها على القهوة الناس اللي بتبدأ تضيف الشوكولاتة على القهوة وبتبدأ تسياحها في القهوة وبتشربها ده بتفرق كتير جدا في صحة الدورة الدموية في صحة الشريم في صحة القلب ونحطش سكر بقى للقهوة يعني وبتشبع ما هي فكرة سكر ده اه يعني قصد ان احنا حطينا مكعب شوكولاتة في قلب القهوة فمش هنحط ده ونحط سكر كمان اه انا بقولك منحط سكر احنا نقوم نجري كلاه اسبوع ورا بعد